طيب إذا كان فيه مسيحيين قبل القديس أنيانوس وقبل بشارة القديس مرقص إزاي بنقول عن القديس ماري مرقص أنه هو مؤسس كنيستة الاسكندرية الإبطية الأرثوزوكسية طبعا إحنا كنا ولازننا وسنظل يعني مديونين للقديس ماري مرقص الذي أسس كنيستنا والكرسي الرسولي في مدينة الأسكندرية ولكن ما نقدرش نقول أنه غيره أسس الكنيسة في مصري ليه؟ لأن الكنيسة تقوم بالأسرار وبخاصة الكهنوت بدون وجود كهنوت يقوم بالأسرار لا تقوم الكنيسة عشان كده ابتدت الكنيسة الرسمية على يد ماري مرقص برسامة الأسقف ورسامة الكهنة ورسامة الشمامسة الذين أقامهم في البيع المقدسة وده بقى ابتدت من هنا بقى الأسرار تقوم لكن كان فيه نقول جالية مسيحية بدون كهنة لكن مثلا نقول إيه؟ لو عندنا دولة مثلا ما فيهاش كنيس لكن راحوا بعض المسيحيين يشتغلوا فيها هل نقدر نقول أن فيها كنيسة منتظمة؟ لا فيها بعض المسيحيين لكن ما فيهاش كنيسة منتظمة تقوم بالأسرار عشان كده الكنيسة لا تقوم إلا بالأسرار المقدسة السبع كلنا عارفينها ومضمنها طبعا الكهنوت الذي يقوم بإعطاء هذه الأسرار عشان كده لم تؤسس الكنيسة رسميا إلا بوجود ماري مرقص ورسامته الأسقف والكهنة والشمامسة في هذه الفترة ده مهم جدا وغير كده كمان أنه بعد كده لما تنيح ماري مرقص وبقى فيه بقى سلسلة من خلفاء ماري مرقص اللي هم بتركت الكرسي الرسولي واللي هو نشكر ربنا أن هم بتسلسلين لحد النهاردة وعددهم 118 بابا وباتريارك للإراز المرقصي تحيي دي حتى مهمة اشتركوا في القناة